نبقى كذلك مع تداعيات الحرب في أوكرانيا هناك الكثير من المطاعم العالمية خاصة الغربية تواجه صعوبة؟ صحة التعبير هي في ورطة بسبب فقط وجبة أو طبق بوتين طبق بوتين وهو طبق مشهور في فرنسا إذن لابد بأس أن نعرف الحكاية مع مشاهدين إذن منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا كانت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة فرنسا بيت بوتين ضحية لتهديدات بالقتل والإهانات بسبب أوجه التشابه بين اسم بوتين اسم الرئيس الروسي فرادمير بوتين والطبق الذي طبعا تقدمه هذا المطعم الذي يقدمه هذا المطعم إدارة المطعم تلقت عدد من الاتصالات التهديدية والمضايقات بعبارات شريعة كما تعرض بعض العاملين في المطعم لاتهامات بشكل مباشر وحتى تعرضوا أيضا للضرب على باب الخارجي بعنف لهذا المطعم في فرنسا وهذا الأمر دفع طبعا سلسلة المطاعم إلى نشر رسالة رسالة عبر صفحاتها في منصات مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف المضايقات التي ترهق الفريق وتحطيم معنوياته وقالت في هذا الشأن خلال الأيام الماضية كان الرئيس الروسي في قلب الأخبار المروعة وفي هذا السياق تلقينا مكالمات بالشتائم وحتى التهديدات لذلك يبدو من الضروري التذكير أن مؤسساتنا لا تجمعها طبعا أي صلة بالنظام الروسي وزعيمه وأن مؤسسات المطعم المشروع ومؤسسي المشروع لا يفكرون في تغيير اسم الطبق أو المؤسسة لا تفكر في هذا الوقت بالذات طبعا الوجبة أمال وجبة تذكير ما هي الوجبة الوجبة عبارة عن بطاطس ومقلية وصلصة وخثارة جبن وتشكل جميعها مزيجا شهيا في طبق تقليدي اسمه بوتين كما يظهر أمال في الشاشة هو طبق تقليدي فرنسي أم أنه روسي القصة تعود إلى أسطورة تقول أن طبق بوتين نشأ في المناطق الريفية في كيبيك بالخمسينيات من القرن الماضي ومنذ ذلك الحين أصبح شهيرا في جميع أنحاء المقاطعة وفي عام 1964 ادعى مطعم في دروموفيل يسمى لوري جوسيب أنه المخترع الأصلي للطبق بوتين باعتباره أول من قدم الطبق بشكل الذي نعرفه اليوم أي البطاطس المقلية والجبن والصلصة كما قام مالكه دانيان لوبالان بتسجيل مصطلح مخترع بوتين في المكتب الكندي للملكية الفكرية نفس الأمر يتعرض له سلسلة المطاعد تتعرض له في كندا أمال ولسنوات عديدة عرف هذا الطبق باسم بوتين الذي ظهر من خليط بين كلمة الإنجليزية بودينغ والاسم المستعار للطاهي تيفو فسمية بوتين نعم لهذا السبب سمية بوتين ويظهر كما يظهر في الشاشة هذا هو الطبق الأصلي المعروف والذي أثار اسمه طبعا حفيظة رواض مواقع التواصل الاجتماعي هناك لم يعجبهم الاسم قالوا يجب أن يتم تغيير الاسم طالبوا بهذا الأمر سأسميها طبق البطاطة المقلية والجبن مباشرة مباشرة بالأبسطها أمال